اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد وتركيبة جديدة نهارد انا شاء الله هشرح لكم منتج احترافي هشرح لكم تركيبة body scrub passion fruit والتركيبة دي مشابهة لحد كبير تركيبة ال scrub الشهير tree hot B passion fruit والجوافة في فيديو نهارد انا شاء الله هنشرح فوائد scrub البشرة تركيبة scrub passion fruit وطريقة تصنيعه بالتفصيل بالخطوات وكمان الاجابات الفائزة من الحلقات السابقة وهنقول في اخر الحلقة سؤال الحلقة يلا بينا نبدأ فوائد للبشرة نخلي بالنا يا جماعة هنا انا بتكلم على بشرة الجسم مش بشرة الوجه بيعمل طبعا على ازالة الجلد الميت وتحفيز الدورة الدموية عن طريق الموشن او الحركة المساجة اللي احنا بالسكراب وده طبعا هيساعدنا على تخلص من الشعر تحت الجلد وجلد الوزة وهيكسب بشرتنا نضارة وتفتيح طبعا ده كله هيساعد على تحسين امتصاص البشرة الكريمات والبادي اويلز تريد عمل سكراب البشن فروت هنحتاج تلاتين جرام من زبدة الشياء وتلتمية تلاتة وعشرين جرام من زيت دوار الشمس كمان هنحتاج الى عشرين جرام من زيت بزور العنب واثنين وعشرين جرام من السيليكا دايميسال سيليت وكمان واحد واثنين من عشر جرام من لون المايكا الاصفر كمان هنحتاج الى سبعين جرام من الجليسرين خمسين جرام من البوليسوربيك تونتي وده مستحلب عشان تعرفوا معلمات اكتر عنه تقدر ترجعوا الى محاضرات كورس سياتة التصنيع حتى تجدوها هنا على القناة كمان هنحتاج عشر جرام من الباشرون فروت اكستراكت هنحتاج خمسة عشر جرام متى حفظة ربعمية ستة واربعين جرام من السكر اربعة جرام من الججوبة بيتس او ممكن حتى نستخدم اللي هي حبة البركة بالاضافة الى عشر جرام من زيت هطري برائحة الباشرون فروت طريقة التصنيع طبعا زي ما ذكرنا الخطوات الاولى دي معانا في كل حاجة بنعملها طبعا لازم نقصل ونعقم كل الادوات بتاعتنا وكمان هنعقم السطح اللي احنا نشتغل عليه والعبوات بتاعت التعبئة هنلبس جوانتي وكمامة وما ننساش نغطي شعرنا وهنوزن المواد الفعالة هنجيب بكر يكون جاف ونظيف ومعقم وهنضع فيه زيت الوز الحلو وبعد كده بنضيف عليه زيت بزر العنب وبنقلب تقليبة خفيفة بعد كده بنضيف السلكة على الزيوت وبنقلب كويس جدا بعد كده هنضيف عليهم زبدة الشياء بالاضافة للميقة ونقلب برضو تاني لحد ما اللوني يتجانس مع الزيوت هنحط البكر بعد كده على حمام مائي على نار هاي جدا لحد ما تدوب زبدة الشياء وهنشيل البكر من على النار وهنجيب بكر تاني يكون نضيف وجافه معقم برضو يا جماعة ما ننساش وبنحط فيه الجليسرين وبنضيف عليها البوليسربيت توينسي وبنقلب كويس جدا كده بقى احنا عنديها البكر اللي فيه محتويات الجليسرين مع البوليسربيت والبكر التاني اللي فيه الزيوت هنصب المحتويات بتاع البكر اللي فيه الجليسرين على بكر الزيوت وبنقلب كويس جدا حتى التجامس. وتكون دقاكة الحرارة بدأت تنخفض. بعد كده هنحط اللي هي مستخلص اه او خلاصة وبنصبها على المحتوى اه بتاع البيكر. بنقلب حلوة جدا. بعدك بنضيف المواد الحافظة وبنقلب مرة تانية ثم بنضيف السكر. بعد اضافة السكر والتقليب جيدا. بنضيف الججوبة او اللي هي اه حبة البرقة. وبعد كده بنقلب تاني وبعد كده بنضيف الزيت العطري وبنقلب كويس جدا. وبكده السكراب عندنا بيكون جاهز. هنبدأ نعبليه في العبوبات الخاصة بي. وما ننساش نحط الاستيكر. عشان تعرفوا اكتر عن الاستيكر وازاي نصمم استيكر احترافي. هتجدوا المحاضرة ايضا في محاضرات كورس السياة التصنيع على القناة. ودلوقتي معاية سؤال الحلقة. ايه هي اهمية او ما هي وظيفة البوليسوربيت توينتي في سكراب البعشن فروت? في انتظار اجاباتكم وان شاء الله يتم نشرها في الحلقة القادمة. والوقت حان دلوقتي لنشر التعليقات الفائزة. اول اجابة معانا هي رد على سؤال او استفسار ليه بنحط مادة حفزة في السكرابات الخاصة بالجسم. او عموما. وسيليا ردت وقت بيستحسن اضافة المادة الحفزة لانه بيستعمل في الحمام. وممكن يكون في اليد فيها مياه او ممكن يدخله ماء لزا تجنبا لاي احتمال بنضع مادة حفزة. بروفو عليكي. والاستفسار وردت المتابعة العزيزة ان هو الاسكراب بيوضع على بشرة مبللة بالماء. كنت اتمنى ان الاكاونت يكون باسمع لذكر اسمك. بس ان شاء الله المرة القادمة. وكمان كان فيكم منت تاني فائز بخصوص سؤال الحلقة. هل الاسكراب بيوضع على بشرة مبللة او بشرة جافة? ورحانة ردت وجوبت اجابة صحيحة. وقالت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاسكراب بيوضع على بشرة مبللة لكي يكون نطيفا على البشرة ولا يسبب بها خدوش. وشكرا لكم جميعا لكل الكومنتات اللي وصلتني ولكومنتات اللي ما كانتش آآ صحيحة قوي. حظة اوفر ان شاء الله في الحلقات القادمة والتركيبات القادمة. وما تنسوش تسترقوا في القناة وتفعلوا بجرس جرس عشان توصلكوا التركيبات الجديدة اول باول. دمتم بخير حال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.